اسمحولي في البداية ده أنا يعني قبل ما أجيب على هذا السؤال يعني أن أنا أتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة وبالتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية اللي يوافق 75 عام وبالمناسبة هذا المدة هي برضو تتوافق مع خمسة وسبعين سنة من العلاقات بين مصر ومن الإن والعبد ببعنة لن أعطي المسؤولي لن أعطي 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 والمعبارة والمعبارة لعبارة الناس في هذا يوم الجمهورية التي تتحدث بشكل سنة بلاترالي بين دولة الناس بين دولة الناس وفي المناسبة دي أتقدم بالتهنئة أيضا حكومة وشعبا إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي بالتهنئة وأتقدم التقدير والإحترام لالكتهاد الهندية على حفاوة استقبال وكرم الدفا اللي قبلت بيه في الهند وده أيضاً تقدير كبير وسجلوا معتزاز القيادة الهندية It's a great privilege to be a guest of honor and participate in this glorious national day This is something that I go from the record to deepen and stress my great appreciation for India and its ability And we wish for all the Peru relations with India through circuit 爬ة كانت تتصل دائماً بالتوازن والاستقرار والحقيقة كانت لم تصادفها خلال هذه السنوات الطويلة إلا العلاقات الطيبة والمتطورة والدور الجيد في السياسة الدولية The relations between Egypt and India have been characterized through decades المترجم للتعاون مع الهند في كافة المجالات، وصولا إلى إشراكة أخبركم أننا نتطلع إلى تطوير الهلاقات والتعاون مع الهند في كافة المجالات، وصولا إلى إشراكة استراتيجية بين البلدين. أخبركم أننا نتطلع إلى تطوير الهند في محترمنا بشكل عام، فيما يمكننا تحصل إلى التجربة والتعاوني بين البلدين واحدة على على تطوير الهند في كل مكان. وفي التطوير واللجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الاندية العظيمة. نحن نظر بمكتابة إلى تحديد الإنديا وكل تحديدات والتحديدات التي تحقق بها مستوى الدولة الاندية العظيمة لتحقق الاندية العظيمة على بعد كثير من التحديدات التي تحققها في تحديدات الاندية كما أتمنى أن أتمنى أن أعطيه أعطيها أهمية جيلة على أعطيه الرحلة النظام المتعامل وإن أرجح لإنجاه أدفع إلى جميع الناس وحببا لفظة وإنجاه أخير إلى المتعامل شكرا جزيلة شكرا جزيلة